موسيقى متفقون ابتداء على أن دستورنا هو دستور جامد لكن مصطلح حي مع كل الاحترام والتقدير للزميل الدكتور ليث مصطلح حي مصطلح غريب قانونيا لم أسمع به من قبل وإنما إذا أردنا أن نتحدث عن الدستور الأردري فهو دستور جامد ودستور مستقر في ذات الوقت عندما نتكلم عن جمود الدستور نتكلم صحيح زي ما قال الدكتور ليث أن الدستور الجامد هو الدستور الذي يسمو سمو شكلي على كل القوانين من حيث إجراءات تعديله وبالتالي فعلا لن أعيد ما تكلم فيه الدكتور ليث المادة 126 واضحة سواء فيما يتعلق ثلاثين النواب وثلاثين الأعيان وفيما يتعلق بالاعتراض المطلق لجنالة الملك يعني إذا اعترضت جنالة الملك على التعديلات الدستورية لن تسري هذه التعديلات لكن عندما نتحدث عن السمو الشكلي في الدستور اللي هو جمود الدستور الغاية من جمود الدستور هو خلق حالة من الاستقرار خلق حالة من الاستقرار وكأن الدستور بقول إنه مشان الله يحموني يعني أنا مش فقط سامي سمو موضوعي وإنما سامي سمو شكلي فمشان الله يحموني وبالتالي يجب أن لا يفتح الدستور في كل شاردة وواردة وبالتالي لازم نخلق حالة من الاستقرار دستورنا الأردني لما نوضع في الدستور 52 ونقرأ ديباجة الدستور نوضع من خلال لجنة تأسيسية وزي ما قال ديباجة الدستور جلالة الملك طلال الله يرحمه نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية لها شمية بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور وبناء على ما قرر مجلس العين نصدق على الدستور المعدل ونأمر بإصداره فهذا الدستور حقيقة يعني هو دستور خلق ليس كدستور جامد وخلق لخلق حالة من الاستقرار في المجتمع الأردني الدستور لم يوضع للملك طلال ولم يوضع للشعب الأردني في عهد الملك طلال ولا للحكومات ولا للبرمان في عهد طلال الملك طلال وأنما وضع للمملكة الأردنية الهاشمية هناك العديد من التعديلات التي أجرت على الدستور ما كان لها مبرر وحتى يعني في التعديلات الحالية تعديلات أيضا في بعض العديد من التعديلات لم يكن لها مبرر وسنأتي على هذا الموضوع الآن لما أقول لك أنا دستور دستور مستقر دستورنا دستور مستقل أول شي دستورنا حدد السلطات في عنا ثلاث سلطات سلطة تنفيذية سلطة تشريعية سلطة قضائية اثنين دستورنا حدد شو هني مجالات القانون وشو هني مجالات الأنظمة نحن عنا تحت الدستور في عنا اشي اسمه قانون بصدر عن السلطة التشريعية وفي عنا أنظمة حدد المشرع الأردني عنا المشرع دستور الأردني مجالات القوانين ومجالات الأنظمة حدد الأنظمة على سبيل الحصر يعني هي صلاحيات سلطة التنفيذية سواء الأنظمة الأصلية أو الأنظمة التنفيذية على سبيل الحصر بنرجع لمادة 45 من دستور لمادة 114 من الدستور في الظروف العادية لمادة 124 ومادة 125 من الدستور بموجب أنظمة ما عدا ذلك أنا لازم أرجع للأصل وهو أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وجلالة الملك يمارس صلاحياته من خلال وزراءه والملك مصون من كل تبعه ومسؤولية هناك العديد من التعديلات للأسف التي أجريت على الدستور تتعلق باختصاصات الملك نحن نتحدث عن تعديلات 2016 ومتحدث عن بعض التعديلات الموجودة في التعديل الحالي لما نتكلم عن اختصاصات جلالة الملك اختصاصات جلالة الملك من المادة 31 للمادة 40 إذا بستعرضها أنا وياك فقط بشكل سريع من المادة 31 للمادة 40 تقريبا بقولك الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويؤمر بوضع الأنظمة لتنفيذها بشرط لا تتضمن ما يخالف أحكامها جلالة الملك لا يقوم بذلك من تلقاء نفسه هو يستمد هذه السلطة من الدستور ولكن في سلطة تشريعية هي التي تضع القوانين وترفع على جلالة الملك وجلالة الملك يصادق عليه إذن في قبل ممارسة جلالة الملك لسلطته في قانون الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية وفي عندي قانون للقوات المسلحة الأردنية فهو القائد الأعلى وهذا النص بالمناسبة نص المادة 32 موجود في كل دستير الدنيا في كل دستير الدنيا والدكتور هو يعني أعرف مني في هذا الملك يعلن الحرب الملك هو الذي يصدر الأوامر بالجراءة الانتخابات وهكذا كل الصراحيات التي أنا أتكلم عنها لجلالة الملك هي تمارس بموجب الدستور مستمدة من الدستور وتمارس بموجب القوانين التعديلات التي أجريت على صراحيات الملك وخاصة المادة 40 على 2 المادة 40 الأصل أنه جلالة الملك يمارس صراحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين أو الوزراء المختصين يبدو الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقع اللي هو المذكورة هذا ماذا يسمى في الدستور هذا يسمى التوقيع المجاور جينا على الفقرة الثانية من المادة 40 التي عدلت سنة 2016 وأضيفتها بعض التعديلات للأسف في هذا التعديل يمارس الملك صراحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية أين خطورة هذا النص؟ لماذا التوقيع المجاور؟ التوقيع المجاور لماذا؟ التوقيع المجاور هو حماية لجلالة الملك توقيع المجاور هو حماية لجلالة الملك يعني الإرادة الملكية جلالة الملك لما يطلع إرادة ملكية في رئيس وزراء وفي وزير مختص بوقع إذا كان هناك أي خطأ في هذه الإرادة فالذي يتحمل الخطأ وليس جلالة الملك وإنما رئيس الوزراء والوزير المختص وذلك بحسبان أن الملك مصون من كل تبع ومسؤولي الملك يمارس صراحياته ورئيس للسلطة التنفيذية وهي يمارس صراحياته من خلال وزراءه وبالتالي أنا لما أجعل الصراحيات فقط للملك أنا أحمل الملك المسؤولي وبالتالي أنا هذا يتعارض مع أن الملك مصون من كل تبع ومسؤولي هذه مسألة المسألة الأخرى لما تقول لي أنه الدكتور بقول دستور حي دستور حي ماشي لكن أنا دستور حي ولكن يجب أن لا يصل درجة التدخل في الدستور والتعديلات على الدستور أن تصل إلى درجة العبث وأن تصل حقيقة إلى درجة الإرباك هناك تعديلات دستورية وصلت فينا إلى درجة الإرباك في الدستور وسنتحدث عنها طيب رح أسمع منك